المطلوب من الآن أن نقوم بتبسيط D ضرب 4D للقوة نصف لنرى الآن ما يمكن فعله هنا وأعتقد أنه يوجد عدة طرق للقيام بتبسيط هذا وسنقوم بتوضيحها كلها D ضرب 4D للقوة نصف دعوني أركز على هذه 4D للقوة نصف 4D للقوة نصف إذا أخذنا ناتج القيمتان ورفعناه لقوة أو أس فهذا يعادل رفع كل واحدة من هذه العبارات للقوة ومثلما نستخرج الناتج إذا 4D للقوة نصف هي نفسها 4D للقوة نصف ضرب D للقوة نصف وبالطبع لدينا هذه D في الخارج ويمكنني أن أضع الأقوة هنا لكنها لا تهم في هذه المرحلة الآن لدينا ثلاث عبارات بحاجة لاستخراج ناتجها لذا سأضع هذه D في الخارج هنا هكذا والآن لدينا عدة طرق لنفكر بها لدينا هذه الأربعة للقوة نصف ونأخذ جذرها التربيعي أي جذرها التربيعي الموجب إذا ستصبح هذه 2 أي 4 للقوة نصف ستصبح 2 ومن ثم لدينا عدة طرق يمكن أن نفكر بها لدينا هذه D في الخارج ثم لدينا D للقوة نصف ثم لدينا عدة طرق يمكن توضيحها الآن اعتمادا على ما تشعر لا أعلم إذا كنت مرتاحا نوعا ما فيمكنك أن تقول حسنا انظر هذه D للقوة واحد وهذه D للقوة نصف يمكنني جمعهما والطريقة هي أن تقول 2D للقوة واحد زائد نصف ويمكن أن تقول القوة واحد ونصف أو ثلاثة أنصف إذا ردت ذلك إذا هذه واحدة من تبسيطات العبارة وتبسيط آخر يعد جيدا يمكنك أن تقول انظر D للقوة نصف تعادل الجذر التربيعي لدي إذا يمكنك أن تقول أن هذا نفس 2 ضرب D ضرب الجذر التربيعي لدي إذا أي واحدة من هذه ستكون تبسيطا فعليا لكن من المثيل للاهتمام أن نرى أن جميعها تمثل الشيء نفسه نعم يرجع بيذار أن أغرق